رابعا وسطية أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر معنى القضاء والقدر في اللغة قضاء يقضي قضاء فهو قاض إذا حكم وفصل والقضاء من قطاع الشيء وتمامه وكل ما أحكم عمله أو تم فقد قضي والقضاء من قضاء الشيء أي صنعه وقدره ومنه قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين أي خلقهن وصنعهن وأحكم خلقهن وهو بمعنى العمل والصنع والتقدير معنى القضاء والقدر الصلاحا القدر ما يقدره الله عز وجل من القضاء ويحكم به من الأمور والجمع أقدار وقدر الرزق أي قسمه فالقضاء والقدر مجموعة الأحكام والأحداث الصادرة عن علم الله وقدرته ومشيئته والإيمان بالقضاء والقدر أصل من أصول الإيمان كما جاء في حديث جبريل عليه السلام لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان من لم يؤمن به فليس بمؤمن ومذهب أهل السنة أن كل شيء يحدث بتقدير الله إن كل شيء خلقناه بقدر واختلف الطوائف والفرق في هذا الاعتقاد على أقوال أما الجبرية فهي طائفة غلط في تقدير الله للأفعال وأدى بهم هذا الغلو إلى أن قالوا أن الله هو الذي يفعل كل شيء ويقدر كل شيء وأن الإنسان مجبور على أقواله وأفعاله لا يقدر منها على شيء فهو كريشة في مهب الريح وأما القدرية فقد نفى أصحاب هذا القول علم الله تعالى بالأشياء قبل وقعها وأنه لا علم له بأفعال الإباد وأن العبد هو الذي يقوم بفعله وهو المتحكم في تصرفاته وأحواله وكان أول من قال بهذا الكلام هو معبد الجهني أما عقيدة أهل السنة والجماعة فهي عقيدة وسط بين القولين السابقين فهم يؤمنون بالقدر خيره وشره ويؤمنون بعلم الله بالأشياء قبل وقوعها ومن أدلتهم على تقدم علم الله تبارك وتعالى قوله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير وقول النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات ورد بخمسين ألف سنة فهدى الله أهل السنة إلى الحق وهداهم إلى الصواب فهدى الله أهل السنة إلى الحق والحق هو إعمال النصوص والجمع بينهما وعدم ضرب بعضها ببعض وعدم تأويلها تأويلات عقلية فاسدة دون دليل علم شرعي ترجمة نانسي قنقر